أهلاً وسلامكم لنتابع دراسة تمثيل الأدات كجزء من أساسيات البرمجة والإعلامية في هذا الدرس سنتابع الطريق التي تعرفنا عليها في الدرس السابق طريقة المتمم الأحادي Once Compliment لتمثيل الأدات السليمة والأدات بإشارة بصفة أهمة ما سنقوم به في هذا الدرس هو أولاً التطرق أو حل بعض التمرين التي طرحت في الدرس السابق التمرين تكون دائماً كما قلت في الدرس السابقة أسفل الدرس على المجمع ورابط الدرس يكون دائماً أسفل أو في وصفة الفيديو على اليوتيوب إذن أولاً نقوم بحل بعض التمرين نرى الخطوات المتبعة لحلها بعض التقنيات بعد ذلك سنمر للتعرف على المشاكل التي رأينا في طريقة الإشارة والقيمة المطلقة Signed Magneted Representation هل حلت بطريقة المتمم الأحادي أم لا إذن نبدأ بالتمرين هنا لدينا في أسفل الدرس تمرين سنأخذ بعضها فقط بسرعة ونمر للمشاكل إذن السؤال الأول حول العدد الثنائي التالي للنظام العشري علماً أنها عدد بإشارة ممثلة بطريقة المتمم الأحادي بحجم ثماني عبد إذن لدي جميع المواطعات التي أحتاج لأبدأ بتحويل العدد لدي الطريقة المتمم الأحادي لدي نوع العدد بإشارة ولدي الحجم ثمانية بيت وهنا لدينا العدد في النظام الثنائي حين تكون لدينا عدد في النظام الثنائي ويطرح علينا سؤال من هذا النوع فأول شيء يجب أن نقوم به هو أن نحدث هل العدد موجب أو سليم تحديد العدد هل هو موجب أو سليم يعتمد على الحجم المعطى ويعتمد على الحجم الممثل به العدد إذن لدينا الحجم المعطى هو ثمانية بيت ولدينا الحجم الممثل به في هذا العدد الأول وفعلاً ثمانية بيت لو قمنا بالعدد إذن هنا يمكنني أن أحدد الـ MSP البيت الأكثر أهمية بسرعة وهو البيت أقصر يسار هنا يسوي واحد معنى ذلك أن العدد سالب وأتبع طريقة المتمم الأحادي لأقوم بتحديد قيمته أو لتحويله إلى النظام العشادي إذن بما أن العدد سالب والطريقة المتمم الأحادي فأقوم فقط بعكس جميع البيتات لأحصل في النهاية على هنا مجموعة من الأصفر وفي الأخير واحد صفر واحد صفر هو اثنين إذن هذا العدد سالب ناقص واحد صفر ناقص اثنين هذا العدد هو ناقص اثنين نفس الشيء أتبعه هنا فأحصل على أن هذا العدد يساوي ناقص واحد ونفس الشيء هنا أتبعه فأحصل على أن هذا العدد يساوي ناقص ستة لأني حين أقوم بعكس جميع البيتات سأحصل في النهاية على مجموعة من الأصفر وفي الأخير هنا واحد واحد صفر وواحد واحد سفر هو ستة وأن العدد سالي فالعدد كاملا هو ناقص ستة لكن هنا يجب أن ننتبه مثلا لدي واحد سفر فالبيتات الممثل بها العدد لا يساوي عدد البيتات التي وطيت لي في السؤال لهذا يمكن أن أكمل بأصفر ويمكن أن أقوم بذلك ذهنيا بما أني سأكمل هنا بأصفر فمعنى ذلك أن الامس بي سيساوي السفر معنى ذلك أيضا أن العدد موجب فأقوم بتحويله مباشرة إلى النظام العشاري كما رأينا في الدروس الأولى بالنسبة للأدد الموجب فأحصل هنا على أن هذا العدد يساوي إثنين وهنا سيساوي واحد لأنه أيضا عدد موجب لما رأى الحل أو الحلول فإن هنا دليل ناقص إثنين ناقص واحد ناقص ستة إثنين واحد السؤال الثاني سنأخذ عدد منه ونقوم بتحويله بالتفصيل هنا لدينا السؤال هو حول الأعداد العشرية التالية للنظام الثنائي باستخدام طريقة المتمم الأحادي بحجم ثمانية ناقص خمسة هو العدد الذي أخذناه في الدرس يمكن أن أرجع للدرس لمراحظة الخطوات التي تبعنا لتمثيل العدد سأخذ هنا العدد ناقص ثلاثة عشر إذن نأخذ العدد ناقص ثلاثة عشر ونرى كيف سنقوم بتحويله من النظام الثنائي إلى النظام أو من النظام العشري ونرى لنظام الثنائي بالمعطيات التي أعطيت لنا إذن أعطي لنا الحجم يجب أن لا ننسى ذلك أعطي لنا أن الحجم يساوي ثمانية بت وأعطي لنا العدد الذي نريد أن نحوله ونعقص ثلاثة عشر في النظام العشري والطريقة هي طريقة المتمم الأحادي إذن كما رأينا في الدرس السابق الخطوات المتابعة يأني أولاً أقوم بتمثيل القيمة المطلقة للعدد إذن ثلاثة عشر القيمة المطلقة للعدد أقوم بتمثيلها في النظام الثنائي بالحجم المواطع لو قمت بعملية القسم المتواردية للعدد ثلاثة عشر على إثنين لأحصل على النتيجة في النظام الثنائي فسأجد أن النتيجة هي واحد واحد صفر واحد واحد زائد أربعة زائد ثمانية لكن بثمانية بت لذلك أكمل هنا أربعة بت أكمل بأربعة أصفر إذن فيكون هذا هو تمثيل العدد ثلاثة عشر في النظام الثنائي بثمانية بت والخطوة الثانية هي أني أقوم بعكس جميع البيتات التي حصلت عليها حيث مكان السفر أضع واحد ومكان الواحد أضع السفر إذن هنا واحد 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 سفر سفر واحد سفر فيكون هذا العدد هو تمثيل العدد ناقص ثلاثة عشر في النظام الثنائي بثمانية بت بطريقة المتمم الأحادي اللي نرى الحل إذن 1 1 1 0 1 0 إذن فعلا هي النتيجة التي وصلنا إليها هنا الآن سنمر للمشاكل التي رأينا في الطريقة السابقة طريقة الإشارة والقيامة المطلقة سعيد ونرى هل ما زالت في هذه الطريقة أم لا بالنسبة للأسئلة الأخرى فيمكنكم القيام بها بأنفسكم وتعكد من الحلول بالحلول التي الآن سنبدأ بتمثيل العدد صفر وهنا سأخذ أن يساوي أربعة فقط لتسهيل العملية إذا ما أعلم سأخذ الحجم يساوي أربعة ونتعامل مع المشكلة الأولى التي رأينا في الطريقة السابقة تمثيل العدد صفر يمكن اعتباره عدد موجب ويمكن اعتباره عدد سالب لو اعتبرنا عدد موجب إذن يمكن كتابته على شكل زائد صفر في النظام العشري فأمثله في النظام الثنائي على شكل صفر 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 أوبس أخذ دون مغير نأخذه على شكل صفر 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 في النظام الثنائي ويمكن أن نكتبه على شكل صفر واحد فقط إذن هذا هو تمثيل العدد صفر في النظام الثنائي بأربعة بيت في حال اعتبرناه أنه عدد موجب لكن لو اعتبرناه أنه عدد سالب يناقص يمكن نكتبه على شكل ناقص صفر فنتبع طريقة المتمم الأوحادي طريقة تعتمد أولا عن نمثل القيمة مطلقة هو الشيء الذي قمنا به في الخطوة أو في المثال الأول حين اعتبرنا العدد صفر عدد موجب والخطوة الثانية هي أننا نقوم بعكس جميع البيتات مكان السفر واحد إذن هنا مكان السفر واحد فنحصل على شكل التالي أو على التمثيل الثالي واحد 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 فيكون تمثيل العدد صفر كعدد سالب هو واحد 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 في النظام الثنائي بأربعة بيت بطريقة المتمم الأوحادي إذن هنا لدينا أيضا مشكلة ازدواجية تمثيل العدد صفر إذن هذه المشكلة لم تحل لنرى المشكلة الثانية المشكلة الثانية كانت متعلقة بعملية الجامعة هنا سنفصل بين التحويل لأن العدد الصفر يمكن نعتبره هنا كتمريل لعملية التحويل ونتعرف على عملية الجامعة هل حلت أم لا كنا أخذنا في المثال السابق العدد ناقص اثنين زائد واحد وقمنا بعملية الجامعة فحصلنا على ناقص واحد بالنسبة للنظام العشري لكن الآن لنقوم لنقوم بتحويل هذين العددين إلى النظام الثنائي هنا سأخذ أن يساوي أن يساوي أربعة للتبسيد ونقوم بتحويلها نسبة للعدد ناقص اثنين فبسرعة لو قمت بتحويله سأحصل على واحد واحد صفر واحد أولا أقوم بتنطيق القيمة ومطلقة ستكون هي صفر صفر واحد صفر وحين أقوم بعكسها سأحصل على واحد واحد صفر واحد في النظام الثنائي والعدد واحد عدد موجب يمكن أن أمثله مباشرة في النظام الثنائي الآن أقوم بعملية الجامعة درس الجامعة كنت قدمته فيما سابق يمكن أن الرجوع له لنتمكن من عملية جامع هذه العددين إذا الذين هو واحد زائد واحد هو الصفر وأحتفظ بواحد فيصبح لي هنا واحد زائد صفر هو واحد زائد صفر هو واحد وهنا ذي واحد زائد صفر هو واحد وهنا واحد زائد صفر هو واحد لو قمت بتحويل هذا العدد إلى النظام العشري باستخدام طريقة المتمم الأوحادي أن يساوي أربعة فسأحصل على أن العدد فعلا يساوي ناقص واحد لأن هنا لدي المس بي يساوي المس بي يساوي هذا هو المس بي يساوي واحد ما ندرك أن العدد سالي وأتبع الخطوات التي رأينا لتمثيل عدد أو تحويل عدد من النظام الثناء إلى العشرة أولا أقوم بعكس جميع البيتات فأحصل أو ثانيا أقوم بعكس جميع البيتات بعدما تعرفت على أن العدد سالي فأحصل على صفر صفر واحد فهذا العدد قيمته هو واحد وعدد سالي فناقص واحد إذن فعلا عميت الجامع هنا عملية صحيحة لكني نأخذ مثل آخر لنتأكد سنأخذ العددين ناقص واحد سائد اثنين ونرى هل سنحصل على النتيجة صحية بنسبة للجامع في النظام هنا العشري فسنحصل على واحد في النظام العشري لكن لنرى في النظام الثنائي بالنسبة لناقص واحد لقومنا بتحويلها فهي واحد 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 صفر في النظام الثنائي واثنين هي صفر صفر واحد صفر الآن سأقوم بعملية الجامع بالنظام الثنائي صفر زائد صفر هو الصفر واحد زائد واحد هو الصفر وأحتفظ بواحد فيصبح هنا واحد زائد واحد هو الصفر وأحتفظ بواحد وهنا صفر إذن هنا صفر ولدي هنا واحد زائد واحد هو صفر وأحتفظ بواحد زائد صفر هو صفر ولا أنسى الاحتفال هنا لديه واحد إذن النسيجات الجمعية واحد صفر 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 لكن يجب أن أنتبه إلى أنه لديه أن يساوي أربع معنى ذلك أن الحجم الذي سأأخذ أو البيتات التي سأأخذ هي هذه البيتات فقط صفر 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 هو تمثيل العدد صفر إذن نتيجة الجمع غير صحيحة لكن حين يكون لنا فائز هنا لدينا فائز أي أننا تعدين حجم البيتات المواطنة لنا فنقوم بإضافة واحد نقوم بإضافة واحد نقوم بإضافة واحد فسنحصل على ما السفر زائد واحد هو واحد وهنا لديه أصفر ستبقى كما لكن أقوم بإضافة الواحد للأربع بيتات فقط ففعلا هذا العدد يساوي واحد لأن يساوي السفر إذن عدد موجب وقيمته هي واحد إذن النتيجة هنا صحيحة لكن بعدما أضفنا واحد في حال حصلنا على فائز هنا أي تعدين عدد البيتات التي أعطيت لنا هنا أربع إذن كملخص لهذا الدرس عملية تمثيل السفر لا زال بها مشكلة ازدواجية في التمثيل من اسمه لعملية الجامعة ففي بعض الأحيان حين لا يكون لدينا فائز أو حين لا نتعدى عدد البيتات المواطنة لنا في النتيجة فتكون النتيجة صحيحة وحين نتعدى عدد البيتات التي أعطيت لنا فيجب أن نضيف واحد لنحصل على النتيجة الصحيحة ومن هنا جاءت فكرة المتمم الثنائي حيث نقوم بعملية المتمم الأحادي وبعد ذلك نضيف له واحد وهي الطريقة التي تستعمل حاليا لتمثيل الأدد الساربة والتي سنبدأ بالتعرف عليها انطلاقا من الدرس المقبل إن شاء الله إذا سنلتقي في الدرس المقبل مع المتمم الثنائي إلى اللقاء